السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم على قناة الفيزياء والريادية ببساطة إذن مع التمرين الثالث الخاص بالدرس الثاني من مقرر الفيزياء لسنة ثالثة إعداده الدرس اللي كيحمل عنوان مكونات الدرة الإيونات إذن نص التمرين الثالث يقول العدد الذري لذرة الأزوت إن هو زي تتساوي سبعة أول سؤال عرف العدد الذري ثانيا حدد عدد إلكترونات درة الأزوت ثالثا نحدد شحنة إلكترونات درة الأزوت بدلال شحنة ابتدائية رابعا نحدد شحنة درة الأزوت بدلال شحنة ابتدائية خمسا نحدد شحنة درة الأزوت إلى آخره إذا التمرين طويل في مجموعة من الأسئلة ولكن مهم بزاف إذا لا يردع لكم حاولوا توقفوا التمرين حاولوا تنجزوا الأسئلة بوحدكم عاد أتموا مشاهدة الفيديو غالتلقوا فيه التحيح وكل سؤال بتحيح دياله مع الشرح دياله يعني كل سؤال رغم الشروح طريقة الإجابة دياله إذا لا يردع لكم فرجة ممتعة والله يوفق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من حبابكم على قناة الفيزياء والرياضيات ببساطة ننتقل الآن إلى التمرين الثالث الخاص بالدرس الثاني من مقرر الفيزياء لسنة ثالثة إعدادي لكي يحمل عنوان مكونات الضارة والإيونات لكونستيون دولاتهم إليزيون إذا التمرين الثالث كيهدر على درة الأزوت لرمز ديالها هو N والعدد الدري ديالها زيت كيسوي سبعة حسب المعطيات إذا أول سؤال عطاونا في التمرين هو قل لكعرف العدد الدري إذا كيما شفنا في الدرس العدد الدري شنو الرمز دياله زيت وشنو قيمتنا العدد الدري هو عدد الكترونات كل دارة إذا تعرف أنت العدد الدري شنو هو العدد الدري هو ماذا هو عدد الإلكترونات العدد الإلكترونات الخاص بالدرس سافي نرموزه له بي شنو الحرف باش كررمزه العدد الدري بي الحرف زيت سافي إذا ندوى تعرف العدد الدري وعدد الإلكترونات إذا نجيو دابة في النص نتعة التمرين أعطونا العدد الدري لدرة الأزوت إن هو زيت كتسوي سبعة في السؤال الثاني قل 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 ق سهل بزاف بزاف. إذن تقلوا سؤال الثالث. قلت لك حديد شحنة إلكترونات دارة الأزوت بدلالة O. يعني هي بدلالة الشحنة الإبتدائية. إذن دارة الأزوت مش حال فيها إلكترون سبعة. يعني شحنة إلكتروناتها شنو هي ونضروا كي. إلكترون. شنو كتساوي. هي ناقص سبعة. نقدر نحسبها. وخام ما مطلبوه الناش نقدروا نحسبوها بدلالات الكونوم. إذن هذا كإضافة من عندك. إذا أردتكم من أستاذ بالكونوم تقدروا تكونوا اللي فتو تحسبوه. إذن لو أريدت بالكونوم هي ناقص سبعة. ونعودها بواحد فاصلة ستة. في عشرة. وسن ناقص تسعتاش. أشل كونوم. هذه التمرين تقريب من فوتوكوبي تحت التمرين الثاني. إذن سبعة في واحد فاصلة ستة. سبعة سيدي في ستة هي اتنين واربعين. إذن أكتبوا اتنين. وحتفظوها بالربعة. سبعة في واحد سبعة. والربعة هي حداش. ما ستكون هي أحداش. فاصلة جوش. في عشرة. وسن ناقص تسعتاش لكونوم. سمحوا لي أن تأكد من العملية. وحد فاصلة ستة في سبعة. يعني هي اتنين واربعين. سبعة في واحد سبعة واربعة هي أحداش. إذن ما هي ناقص تسعتاش. نعود نكتبها بوضوح. فاصلة جوش. 10-19 إذا دابا أشغان دير 11 كبر من 10 في الكتابة العلمية يعني شنو غن دير الفاصيلة يعني شنو هي ناقص 1.12 10-10-1 يعني شنو هي ناقص 1 فاصيلة بدرجة ندير 10-11 في ماذا 10-19 كنون إذا شنو هي ناقص 1.12 1-19 1-18 10 1-18 إذن هنا أكتبتها كتابة علمية ولكن هناك كرارات شهر إضافة من عندي لذلك في السؤال نريد لكم لكي كان هناك سؤال سؤال الرابع في هذا التمرين قد حدد شحنة نواة دارة الأزود بدارة أ إذن ما سنقوم بحديث بدارة الأزود تقوم بحديث 7-7 سنقوم بحديث نعم سؤال 5 قد حدد شحنة دارة الأزود سنقوم بحديث لأن الدارة متعددة الكهربائية وما سنقوم بحديث مجموع الشحن الكهربائي السليب للألكترونات مجموع الشحن الكهربائي مجابة للنواة سوف نحسب شحنة دارة الأزود ما سنقوم بحديث كهربائي 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 العدد الدرى هو 10 كنا نكسبها في الجنب حيث سنحتاجها باللاتي صابيح كاس قا تفكروا بعض اللوجيك باش يقولك تتحولوا إلى أيون بيكتسبها وفقدانها سقا تحسب العدد الدرين تعدك الأيون وكتبوه في الجنب حيث سيكون في الأسئلة عاطيني لك عليها الأسئلة إذن أول سؤال قلك اعطي رمز أيون ناتج وحدد نوعه إذن نكسبنا للأساد رمز أيون ناتج رمز الأيون الناتج إذن هنا أيون اللي كان هدرو عليه وإيون الأزوت وإيون الأزوت مناش كينتج كينتج على دارة الأزوت بعد اكتسابها إلى ثلاث بعد اكتسابها ثلاث إلكترونات إذن نبغيت نكتب رمز أيون الأزوت بعدها نكتب رمز دارة الأزوت رمز دارة الأزوت شنه هو هو إن صافي مازيان وهد دارة الأزوت أشوق على باش ولت إيون الأزوت كتسبت ثلاث إلكترونات يعني شنو هندير هندير تروها وكتسبت شنو كنديرو كنديرو موا اكتسب موا فقدان بليس إذن شنو هي الرمز للإيون النتيج وإن طروا موا سافي عندو زدابة قل لك حدد نوعه هذا الإيون النتيج حدد نوعه نوعه هتقدر واحد دقيقة مشي تدقيقة عشي إذن نوعه إذن كان جي أنا هنا ساليب يعني شنو سنكسب إيون ساليب شنو هو هو أنيون وهد الإيون الساليب هادا نتيج عن ضرر ولا مجموعة من الضرات شنو عندي هنا هير ضرر واحدة رمز ضرر واحدة يعني شنو غايكون أنيون أش وحادي الضرات إذن هنا درد الأساد النوعه دي نتقلوا دابا السؤال بيجوج إذن في السؤال بيجوج شنو طلبونا قالك أحسب الشوحنة الكهربائية لهذا الإيون بدلالة أ ثم بالكونوم إذن باش نحسبو الشوحنة الكهربائية ديال الإيون راني ورسكم دابا نديرو الطريقة السهلة هات الشيلي في القصة أخويا أش كان ديرو كان هبطول تحت وسنقلبوه يعني شنو ستكون يناقص ثلاثة وشنو كان نكملوها إذن شوحنات الإيون شنو يناقص ثلاثة أ إذن شنو سنكسب شوحنات هذا الإيون كنكسب كي إيون شنو هي هي ناقص ثلاثة أ حاوغالك بدلالة أ ثم بالكونوم إذن لابويت بالكونوم مش كندير أو كنعودها بواحد فاسيلة ستة وشراوس ناقص تسعتاش أش لكونوم ثلاثة في واحد فاسيلة ستة هي ربعة فاسيلة تمانية كنخلي الناقص ديالي ربعة فاسيلة تمانية وشراوس ناقص تسعتاش أش وانا حسبت الشحنة ديالو بدلالة الكولوم السؤال بربعة قل كحدد كي دو شحنة شحنة إلكترونات هذا الإيون كي دو شحنة أعتادر لا هنا بقي تلابط لاتاقل كحدد كي أن شحنة إلكترونات هذا الإيون إذا ما نكتبه كي إلكترون ديالو إذا هاد الإيون مش حل الإلكترونات اللي فيه قلنا كان سبعة دارة وكتسبات ثلاثة يعني زيد بريم ديالها هي عشرة يعني مش حل هاد الإيون فيهم إلكترون في عشرة الإلكترونات يعني كي إلكترون مش حل غا تكون كتسوي هي ناقص عشرة أ سافي سافي نخلوها بشوحنة الإبتدائية إذا بربعة السؤال بربعة شنو هنا طلبونا حديد كيدو شحنة نوات هذا الإيون إذا باش نحسب شحنة نوات هذا الإيون إذا كما قلت لكم أنا دارة فاش كتتحول إلى إيون واش النوات ديالها كتفقد ولا كتكتسب؟ لا النوات تبقى بعيدة عن المشاكل الإلكترونات هما اللي كيتزادوا لكي نقصوا يعني النوات كي نبقى هي هي إذا دارة الأزوت مش حل إلكترون فيها سبعة يعني شحنة نواتها شنو غا تكون زائد سبعة يعني حتى إيون الأزوت مش حل غا يكون شحنة دياله وسبعة يعني شنو غا نديرو كي نوايون تاع إيون الأزوت هنا نديرو كي بريم كي بريم باش نفرقوا الإيون على الدار راح يتلطر ندرنا كي كي هنا نديرو كي بريم باش نعرفوها من إيون راح كي بريم كي كي سافي إذا شنو غا يكون هو وزائد سبعة إذا وهنا حسبت شحنة نوات ماذا إيون الأزوت إذا كتلاحظو الأسلال مشيش بش حاجة بصعوبة مكنش حاجة صعيبة إذا بات السؤال هادا كان اختتم التمرين الثالث نتمنى يكون واضح واللي يرده لكم دائما أكررها وأقولها مرحبا بملاحدتكم وأسئلتكم للقشلوب سلام مشكلة في شي حاجة مرحبا بلي كي سيون ديانو وشكرا وإلى التمرين الرابع لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله